أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أرشد الله تبارك وتعالى إلى حالة أخرى يتعذر معها المقام إن الإنسان ما يمكن يقيم مع زوجته قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما أحيانا تتعذر يتعذر أن يجتمع هذين الزوجين يكون بينهم مشاكل ويسعون أهل الخير في الإصلاح فتنبعث المشاكل من جديد ويسعون وهكذا فهنا ما في حل إلا ما جعله الإسلام الإسلام ما شرع شيء عبثا كما أن اللي شرع النكاح شرع الطلاق الطلاق شرع لحكمة فقال الله وإن يتفرقا قال له والزوجين إن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا وهذا من أسماء الله الواسع وقد تكرر الواسع في القرآن تسع مرات واسعا الواسع الصفات يسعى كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير سبحانه حكيما في أمره ونهيه فهو واسع الفضل واسع الجود جل وعلا واسع العظمة والسلطان والملك لا أحد يحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى وكان الله واسعا حكيما ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وإيجادا وملكا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتابة من قبلكم يا معاشر المسلمين وصينا الذين أوتوا الكتابة من قبلكم وإياكم يا أهل القرآن في القرآن أن اتقوا الله وحده والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله كما قال طلق بن حبيب قال الذهبي أبدع طلق وأوجز وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا بفعل أوامره واجتناب نواهيه وما أعظم التقوى وما أهدى سبيل التقوى وما أعظم أهلها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات وعيون وعد صادق لهم هؤلاء الذين يتركون ما حرم الله خوفا من الله يتقون المحرمات تقون المتشابه وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا بما أصاكم الله به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض الله جل وعلا غني عنكم وكان الله غنياً عن جميع خلقه حميداً محموداً على نعمه غني من أسمائه الغني تكرت الغني ثمانية عشرة مرة في القرآن غنياً استغنى عن الخلق وكمل والغنى صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر الآن الغنى صفة كمال والحمد صفة كمال إذا اجتمع الغنى مع الحمد كمال آخر فالله جل وعلا هو المحمود في جميع أفعالها المستحق للحمد فهو الحميد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وأفعاله وأقواله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً كفى بالله وكيلاً كفى بالله وكيلاً يعني شهيداً سبحانه وتعالى طيب لم تكرر في قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض قال بعض المفسرين يعني لكل واحد منهما وجه أما الأول فمعناه أن لله ما في السماوات وما في الأرض وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته وأما الثاني فيقول إن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً وهو الغني وله الملك فاطلبوا منه جل وعلا ما تطلبون كما في الحديث القدسي في حديث أبي ذر في الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا له الملك فاتخذوه وكيلا ولا تتوكل على غيره ثم قال تعالى إن يشاء يذهبكم أيها الناس يعني يهلككم أيها الناس يعني الكفار ويأتي بآخرين يعني بغيركم كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يعني من كان يريد بعمل عرض الدنيا ولا يريد بها الله عز وجل آتاه الله عرض الدنيا أو دفع عنه فيها ما أراد وليس لو في الآخرة من ثواب ومن أراد بعمل ثواب الآخرة آتاه الله من الدنيا ما أحب ثم جزاه الجنة في الآخرة ولهذا قال سبحانه فيئة أخرى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال هنا ختم الآية بقوله وكان الله سميعا وهو من أسمائه السميع وله صفة السمع وتكرر السميع في القرآن خمسا وأربعين مرة وبصير تكرر اثنين وأربعين مرة في القرآن والسميع جل وعلا الذي يسمع كل شيء ولا يشغله سمع عن سمع والبصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر يرى جل وعلا ويسمع ولا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما هذه الآية الكريمة ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين صدرت بهذا النداء يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضاء هذا التصديق كونوا قوامين كونوا قوامين بالقسط يعني كونوا قوامين بالقسط هنا عدل عن لفظ العدل إلى كلمة القسط للدلالة على العدل في الحكم أما لفظ العدل فهو عام ومن أهل العلم من يرى أن هذا الخطاب عام للمؤمنين ولكنه يقصد به الحكام يعني القضاة الذين يحكمون بين الناس ومنهم لأن الآية جمعت أصلي التحاكم وهما القضاء والشهادة جمعت القضاء والشهادة كونوا قوامين قائمين بالشهادة بالقسط يعني كونوا قوامين بالعدل في الشهادة وكذلك في القضاء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وما أصعب هذا على الإنسان أن يكون قائما بالعدل حتى على نفسه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى أو الوالدين يعني هنا بالنسبة على أنفسكم أو بالنسبة للوالدين أو حتى ذوي الرحم ولذلك قال والأقربين كلهم أقيم عليهم ولا تحابوا غنيا لغناه ولا ترحموا فقيرا لفقره ولهذا قال الله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما بعض الناس إذا كان ربما تسوّل له نفسه أن يشهد في مال أو أرض أو كذا يقول لهم فلان فقير وذاك الآخر غني ما يضر لو خذت منه الأرض هذا الأمر بسيط وهذا فقير ستغنيه الله قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء فهنا الله جل وعلا يأمر بأن يقيم الإنسان الشهادة كما قال سبحانه وأقيموا الشهادة لله أقيموا لله وحده لا تنظر إلى هو النفوس أقيموا الشهادة لله إن يكن غنيا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما الله جل وعلا أولى بهما منكم أقيموا على المشهود عليه وإن كان غنيا وللمشهود له وإن كان فقيرا فالله أولى بهما منكم فأنتم كلوا أمرهما إلى الله جل وعلا ولهذا قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا يعني لا تجوروا وتميلوا إلى الباطل من الحق فلا تتبعوا الهوى وهنا نقف وقفة يسيرة عند قوله تعالى فلا تتبعوا الهوى لأن اتباع الهوى قد غلب في هذه الأزمان فلا تتبعوا الهوى قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الهوى هوان سرقت نونه كما يقولون الهوى هوان سرقت نونه سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه فيقولون الهوى هوان سرقت نونه والهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه كما يقول ابن قيم أو هو كما يقول الجرجاني الهوى ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع متى يحاسب ويعاقب المر على هواه متى يحاسب المر ويعاقب على هواه نعم نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على اتباعه والعمل به فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا كما أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله إذن الإنسان نفس الهوى والشهوة ما يعاقب الإنسان عليه لكن يعاقب على اتباعه والعمل به إذا كانت النفس تهوى معصية الله وهو يتبعها هواها فهذا خاسر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهم النظر واللسان يزني وزناه الكلام واليد تزني وزناه البطش والرجل تزني وزناه المشي والقلب يهوى يهوى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه إذن هناك هوى وتمني لكن إما أن يصدق وإما أن يكذب إما أن يصدق وإما أن يكذب والله تعالى يقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيمة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأسباب اتباع الهوى سواء في ما يتعلق بالأمور الزوجية أو ما يتعلق بأمور الأولاد أو ما يتعلق بأمور القضاء والتحاكم أو ما يتعلق بأمور الشهادة أو ما إلى ذلك من أمور المسائل العلم وغيرها كثيرة جدا أسباب اتباع الهوى لكن من أبرزها ضعف الإيمان فإن ضعف الإيمان يسبب عند الإنسان اتباع الهوى إذا ضعف إيمانه اتبع هواه ولهذا قال الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن كذلك أسباب اتباع الهوى ركون الإنسان إلى متاع الدنيا الفاني تجد يقدم يقدم الشهادة بالباطل إذا عرض له مال شهد بالباطل مقابل متاع قليل كما قال الله قل متاع الدنيا قليل وقال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يقدم المتاع الفاني على الباقي ومن أسباب اتباع الهوى أيضا ترك محاسبة الإنسان لنفسه غفلة عن نفسه تجد يزكي نفسه ما يحاول يحاسب نفسه يقف مع نفسه كما قال الحسن البصر رحمه وقال رحمه الله امرأة وقف عند همه وعند نفسه وقال ماذا أردت بكذا المؤمن دائما قوام على نفسه يحاسبها لله عز وجل لألا ترتكب ما تهواه نفسه فيندم ولا تساعة مندم كذلك الغفلة عن الآخرة فإنها من أسباب اتباع الهوى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه الغفلة عن الآخرة توجب الإنسان أن يتبع الهوى وأما أضراره فأضرار الهوى اتباع الهوى أضراره كثيرة جدا ومن أحسن من تكلم عليها ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى وكذلك ابن القيم تكلم عن هذا كلاما جيدا في إغاثة اللهفان لكن من أهم أضراره عدم فهم القرآن إن الإنسان المتبع الهوى ما يفهم القرآن ولا ينتفع بمواعظ القرآن ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواء هذا سبب لهم عدم فهم القرآن ولهذا انظر مثل أهل البدع أهل البدع المظلة تجدهم يقرؤون القرآن كما يقرؤه أهل السنة والحق يقرؤون القرآن كما يقرؤه المؤمنون الصادقون ولكنهم في غفلة وحجاب كما قال المشركون الأولون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب حجاب الغفلة واتباع الهواء تجد الآن المبتدع يقرأ القرآن لكنه ما يستفيد لأن الهواء غلب عليه كذلك من أضرار اتباع الهواء لانسلاخ من الإيمان والعياذ بالله واتر عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون يقول بعض العلماء الكفر في أربعة أشياء الكفر في أربعة أشياء في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة ولقد رأيت يقول منهن اثنتين يقول أركان الكفر في أربعة أربعة أشياء في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة أركان الكفر في أربعة أشياء في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة ولقد رأيت منهن اثنتين رجلاً غضب فقتل أمه رجلاً غضب فقتل أمه ورجلاً عشق فتنصر ورجلاً عشق فتنصر فما الذي سبب له فوات الدين اتباع الهوى لو لم يتبع هواه ما حصل له شيء من هذا كذلك من أضرار اتباع الهوى أن العبد يغلق أبواب التوفيق دونه كما في قوله تعالى فرأيت من اتخذ إله وهواه الآية يغلق أبواب التوفيق دون هذا المتبع لهواه ولهذا قال الفضيل من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله من استحوذ عليه الهوى من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق فمن هجر اللذات نال المنى ومن أكب على اللذات عض على اليد وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي ولهذا قال الله وإن تلو أو تعرض فلا تتبعوا الهواء أن تعدلوا فلا تتبعوا الهواء أن تعدلوا كيف أن تعدلوا فلا تتبعوا الهواء أن تعدلوا هنا إذا اتبعتم الهواء ذهب عنكم العدل نعم حسنت فلا تتبعوا يعني لا تجوروا وتميلوا للباطل من الحق فلا تتبعوا الهواء أن تعدلوا يعني إذا اتبعتم الهواء فلن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا تلو اللي مر معنا اللي ربما في آل عمران نعم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوهم من الكتاب ماذا تذكرون في قولة يلوون ألسنتهم ومر أيضا في النساء في أولها في قوله تعالى لين بألسنتهم وطعنا في الدين اللي نعم هنا يمكن يطلق على معاني لك منها الميل ولهذا قال وإن تلو هذا خطاب للحكام قضاة تميلوا مع أحد الخصمين أو تعرضوا عنه وأكثر المفسرين وخطاب للشهود اللي من اللي تحريف الشهادة إما بزيادة ونقصان اللي تغير يعني هنا وإن تلو هذا يشمل تحريف الشهادة بالزيادة والنقصان ويشمل أيضا العدول عن الحق إلى الحكم بالجور بالنسبة للقضاة والحكام والعدول عن الصدق في الشهادة أو حتى التثاقل في تمكين المحق من حقه وأداء الشهادة لطالبها أو أن يميل مع أحد الخصمين في القضاء والشهود حتى بعض قضاة العدل كان إذا دخل عليه الخصمان لا ينظر إلى حديما أكثر من الآخر من العدل ما ينظر إلى حديما أكثر من الآخر يوزي حتى النظرات عليهم وإن تلو أو تعرضوا الإعراض الامتناع من القضاء أو الامتناع حتى من أداء الشهادة يعني كتمان الشهادة فصار هنا الآن يعني عندنا الآن في قول وإن تلو أو تعرضوا اللي قلنا إذا كان قاضيا فهو يميل مع أحد الخصمين وإن لم يكن قاضيا فإنه فإن اللي في حقه هو أن يعدل عن الشهادة أما بزيادة أو نقصان أو يبعد عنها أيضا أو يحرّفها والإعراض والإعراض أن يكتم الشهادة يعني الإعراض عنها بحيث لا يؤديها ولهذا الله سبحانه وتعالى قال كما سبق لكم وَلَا تَكْتُمُوا الْشَهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه آثِمٌ قَلْبُه آثِمٌ قَلْبُه فإذن الذي يلوي الشهادة اللي هذا آثم واللي يعرض عن الشهادة آثم كذلك سواء كان قاضيا أو كان شاهدا يعني هذا اللفظ يصلح للحكام اللي هم القضاءات ويصلح أيضا لغيرهم يعني لغيرهم حتى القاضي الحاكم هذا لو فرض أنه أعرض عن الخصوم وقال والله أنا لن أحكم فيها مع أنه يعرف الحق يدخل تحت قوله وإن تلو أو تعرض يأثم فإذن اللي أن يميل مع أحد الخصمين أو يعرض عن الشهادة أو يزيد فيها وينقص منها والإعراض أن يكتم الشهادة أو لا يؤديها لا يؤدي الشهادة ومعلوم عظم الشهادة ومكانة الشهادة وأن الشهادة ينجل بها حقوق كثيرة للناس كم من إنسان انطمست معالم الحق اتهم في عرضه أو في دينه أو يراد أخذ ماله أو نحو ذلك يراد الجناية عليه فأنقذه الله بالشهادة فلها مكانة عظيمة الشهادة عظيمة جدا ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الشهادة الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها إذا كان طبعا متأكد ويُنبني عليها بيان الحق قال وإن تلوى وتُعرضوا فإن الله كان بما تعملون فإن الله كان بما تعملون خبيرا قلنا الخبير هو العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم الخبير بأمورهم الذي لا يخفع عنه شيء سبحانه العالم بما تكنه صدورهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله كيف؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى هذا التصديق آمنوا هل هذا من باب تحصيل الحاصل معاذ الله؟ لا إنما المراد يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أي يثبتوا على الإيمان وترقوا في درجات الإيمان لأن الإيمان يزيد بالطاعات والأعمال الصالحات وينقص بالمعاصي والسيئات فالمراد حث أهل الإيمان على الثبات وحثهم على الازدياد من الأعمال الصالحة التي تعمق الإيمان في قلوبهم آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل ليتوراه والإنجيل والزبور وسائر الكتب طيب ها هنا وقفه قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ما الفرق هنا بين قوله نزل على رسوله وقولها الكتاب الذي أنزل من قبل القرآن قال نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل التورا والإنجيل قال والكتاب الذي نزل نعم أنزل آمنوا بالأول الكتاب نزل على رسوله نزل للقرآن وأنزل للكتب السابقة هنا بعض المفسرين يقول أن هذا من باب التفنن في الخطاب وبعضهم يقول لأن القرآن حينئذ ما زال بصدر النزول منجما والتوراة والإنجيل يومئذ قد انقضى نزولها ويرى الحافظ بن كثير رحمه الله وبعضها للعلم أن الفرق أن قوله بالقرآن يا أيها الذين آمنوا بالكتاب لنزل على رسوله لأن القرآن نزل مفرقا في 23 سنة منجما حسب الوقائع والأحداث كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وأما الكتب السابقة فكانت تنزل فكانت تنزل جملة واحدة ولهذا قال الله عن المشركين وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة مثل الكتب السابقة والله أعلم والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ثم قال الله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا هنا هذا الذي كفر بالله عز وجل وكفر كفر بالله من يكفر بالله وكفر بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر اليوم القيامة هذا ما هي حاله قال الله فقد فقد حسنت نعم قد ايه للتحقيق للتحقيق انه تحقق ضلاله تحققا لا شك فيه فقد ظل ضلالا ولاحد قال ظل ضلالا اكدوا بالمصدر ايضا ابتعد عن الصواب ظل ضلالا وايضا بعيدا بعيدا كل البعد لانه كفر كما يقولون العياذ بالله كفر غليظ ما عنده شيء من الإيمان ظل ضلال بعيد ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا قيل هذه في أهل الكتاب آمنوا بنبيهم ثم كفروا به وآمنوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم كفروا به ثم ازدادوا كفرا بمحمد عليه الصلاة والسلام وقيل هذه في قوم مرتدين ارتدوا آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ازدادوا كفراً ماتوا وهم على الكفر والعياذ بالله في آية في آل عمران تشبه هذه الآية ما هي في آل عمران قبل الجزء نعم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم الناصر هؤلاء الذين هذه الآية كالتوطئة والتقدمة لأحوال المنافقين لأن المنافق عرف ثم أنكر وكذلك السورة سورة النساء سبحان الله على أنها مليئة بالأحكام إلا أنها فضحت الفئتين خبيثتين منهم؟ أهل الكتاب الكفرة والمنافقون الفجرة مع أنها مدنية وملئة بالأحكام إلا أنها فضحت هاتين الطائفتين الخبيثتين وهذه الآية الكريمة كالتقدمة لبيان أحوال المنافقين وفضحهم فهنا قال الله سبحانه وتعالى ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ما داموا على هذه الحالة ولا ليهديهم سبيلاً أي طريقاً إلى الحق طيب ما معنى لم يكن الله ليغفر لهم؟ ومعلوم أنه لا يغفر الله للمشرك قيل معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرة ودام عليه يغفر له كفره السابق فإن أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق الذي كان يغفر له لو أنه دام على الإسلام والله أعلم لكن المقصود أنه هنا يعني في هذه الحالة ما دام ازدادوا كفراً وماتوا على الكفر لم يكن الله ليغفر لهم كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا ليهديهم سبيلاً أي طريقاً إلى الحق ثم جاءت الآيات العظيمة العجيبة لأن النفاق متى ظهر في مكة أو في المدينة في المدينة وبالتحديد بعد غزوة بدر فقال الله بشر المنافقين بأن لهم عذاباً عليمة والبشارة كل خبر يتغير به بشرة الوجه والغالب إن البشارة تطلق بالخير وما يسر لماذا قال هنا بشر من باب التهكم بهؤلاء التهكم بهم بشر المنافقين أخبرهم يا محمد بأن لهم عذاباً أليمة من هم؟ ما هي صفاتهم؟ قال الله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين اليهود والنصارى وغيرهم يتخذونهم بطانة وأنصاراً يحبونهم ويودونهم ويتعاونون معهم على المؤمنين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ما الحامل لهم على ذلك؟ أي ابتغون عندهم العزة؟ يطلبون المعونة والظهور على محمد عليه الصلاة والسلام؟ يطلبون عندهم القوة؟ فإن العزة والغلبة والأمر كله لله جل وعلا جميعاً الأمر لله قال تعالى في آية فاطر من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً له جل وعلا عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع وهو العزيز فلا يرام جنابه العزيز المنيع الذي امتنع أن يصل إليه أحد بأذى يبتغون عندهم العزة؟ هدفهم يبتغون العزة؟ فالعزة لله قال الله جل وعلا في سورة إذا جاءك المنافقون نعم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لله العزة فإن العزة لله جميعاً جميعاً لفظة جميعاً توحي بأن هؤلاء القوم ليس بيدهم شيء لأن من خان أول منعم عليه يعني كما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه أصلاً هم ما عندهم عزة هم كما قال الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين في الأذلين كيف يطلب عندهم العزة؟ يفقدون أصلاً هذا الأمر فإن العزة لله جميعاً نسأل الله أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والله الموفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة